السلام عليكم ورحمة الله واليوم انا شارك في عاكم واحد الفطيرة اللي كتجي في الفران كتجي بنينا كتجي مقرمشة كتجي مورقة اسكن عامرة بوحد الكريمة اللي كتجي حتى هي لديدة صراحة تنسى وعلي تنسى وعلي الفتيبان تنسى وعلي كل شيء اتشي وجربوا لي هذه الفطيرة راها كتجي كتتحمق الديدة سهلا المخالات ديالة بسيطة تقدر توجد ديالة القوتي توجد ديالة تحمر لك وجهك وشوفي ليات طريقة ديالتها كيف كتجي وكيف كتجي من الداخل في هاتك الكريمة بنينة واقتصاب ديالة في نفس الوقت وبسم الله نبدو الوصفة واحد قصرية مالقة صغيرة ديالة الخميرة الفورية مالقة صغيرة ديالة الملحة ومالقة صغيرة ديال العسل تقدروا تعودوا الى العسل مالقة صغيرة ديالة السكر ونعب المبارد سنجمع هات العجينة هننجمعها بزيان مباديتها وغنفضها كندلك فاد لاجينا صراحة هاد لاجينا ما مدلكتاش هاي بساف ونروح اشرة دقيقة هكذاك سافي وكنجمع لاجينا غات نغلفوها بورق سلوفان باستيك سلوفان ونخليها ترتاح بمنوجة الكريمة الكريمة عندي 300 مليلات خذيال الحليب وعندي 30 غرام بودرة الباتيسياغ هنا انا عبرت لكم بالمعلقة كدجي ثلاثة المعلقة لهم اكبر ديل هاد البودرات الباتيسياغ هادي نوضعوهم على الحليب هادي نضيف لهم واحد ساشيا ديل الكاكاو ديل 8 غرام نضيف 50 غرام ديل السكر الثانيدة ليه احتى هي جوج مع الكبار ديل السكر قونس وهنا هادي نحرقو كل شي مزيان حتى يدوب ديك الكاكاو مع البودرة الكريمة ما السكر وهنا بيضة كاملة كنخفقوها يعني ضروري ستطربوها مزيان عشك تضيفوها لهذا الخالي ونعاودو نحرقو مبادياتهم من بعد غادي ندير كل شي فوق نار اللي هي هادئة مع التحرك وفي هذه المرحلة ما كنتوقفوش من التحرك حتى نبدأو نحسو بتيك الكريمة بتسكتاقات كيف ما كتشوفو ووحنا ما زالين كنحركو حتى كنحسو بديك الاسباتيول بتسكتاقات تقالينا في ايد سوفي في هاد الاثناء غادي نطفيع اليها وغادي نوضعه في واحد الطبق غادي نفرغ الكريمة وغادي نضعه في واحد الطبق ونحاول ان نقاط لها الوجه دي لها اكتر فالي كنوضع فيها وبالبعض غادي نغطيها بسلوفا على هاد طريقة ودار ورسلوفا يكون ملامس الوجه دي الكريمة باش بتتكول شينا واحد القشرة وهنا غادي نخليها شوية ومن بعد غادي ندخلها الكلاجة باش كتبرد لنا تماما بذن ما تبرد لنا ندوزو دابا نشوفو العجينة في الوصلات غادي نحيذو دك سلوفا هنا كتكون العجينة ارتاح لنا وغادي سهل لنا الطوع ديالها شفتو كيف كترته انا غادي نقسمها لثمانية لقطاع كنقسمها للجوج من بعد على الاربعة ومن بعد كل الاربعة كنعود نقسمها للجوج سوف هنا غادي نشكل فيها الكويرات نفس الطريقة اللي كندرو لنسمن بتاهية نكمل هاد الكيميا كاملة هنا غادي نعطت لنا واحد ثمانية دي الكورات اللي هما نتساويين من بعد ما كملتهم كاملين غادي نغطهم بواحد البلاستيك باش غادي نورقوا هاد الفطيرة هنا عندي نصف زفدة ونصف زيت سوف ترني دوبتها وبعد ذلك الزيت وهنا غادي نضيف واحد مطقة صغيرة دي الخامير والت الحلويات وستر باش غايت خلي باش غايت نفخ لنا وقد جير طبا من الداخل بحالي كننكلوا البتيبا انا كتشوفوني اخديت هناك ورقة تستافتك زيت وزبدة وغايتك نورق فيها على هاتشكل نفس الطرق ديال المسمن نفس الطرق ديال المسمن ونضيف احد الملقات لزيت والزبدة احتى هي ونطويها بهذه الطريقة هنوضعها جانبان وندرس ناخد الكورة الثانية احتى هي كنضيف لزيت والزبدة وكنورق وفي وسط منها وارششها ذيت الزيت والزبدة وغادي نوضع هكذا ونصد عليها احتى هي وهذه الكورة الرابعة احتى هي بنفس الطريقة وغادي نوضع في وسط منها ديك المسمنة بحالاكتا وغادي نصد عليها يعني هنوضعت ربعات ديال الكورات وحدها في قلب واحدة طفيه هدى نحتافذو بها جانبا ونضوز نكملو ديك الربعة بنفس الطريقة وحدها في قلب واحدة حتى نكملو ديك الربعة هنا ولو اتناجوش ديك الكريمة اللي خليناها بردات هي هاتي نحاول نخذ واحد الفوغشات ونحاول انني نخلطها من زيان بحالاكتا ونضعها في واحد جيب بلاستيكي بيش كتسهال علي هكذا الخدمة وعلا بها تطريقة ثم نحتاج به ونزل المربع الاول ثم نورقه مزيان بها الطريقة ودائما نكسع ملزيز و الزبدة وهنا عندي هات الصينية ولا هات المول اي مول عندكم يكون الاحسن تكون دائري ثم نوضعها الوسط ثم نورق فيها مزيان بها الطريقة هنا انا فرشت لها ورق المطبخ ونوضع تلك الكريمة كما تشوفوا بعد الطريقة نباعدو شوية الجوانب باش ما تخرش لنا تلك الكريمة منك تكون كالطيب وبالبعض علينا اخذه هات الاسباسيول ونبداك ننصرح في تلك الكريمة من بيزة وهنا وضعت اللي بي بي شوكولات او الشوكولات كتقطعوه وكتوضعوه بهذه الطريقة وغادي ندوز باش نورق الثانية في الجوانب راني درت اصفر الفيت باش تلصق لنا وما تتحلش لنا حيث ذيك الكريمة كتنفخ وما تخرش لنا من الجوانب ونضغط عليها مزيان بهذه الطريقة وانا كنورق بالفوق تائم الكندير الزبدة والزيت وكنضغط على الجوانب وهنا في الفوق كندهنا باسفر بيض مع قليل من الخل وهنا درت الوز ايفيلي من الفوق باش تطيعها واحد المنظر زوين او الثاني والمضاق وغادي ناخد اي سكين ولا باش كنقطعو البيتزة غير كان تراسي وما تحاولوش توصلو وتقطيعها احتى لتحت من التراسيو باش ما تخرش لنا ذيك الكريمة منيك تكون كالطيب والجوانب تفتك الزبدة والزيت لكين الباقي ودخلتها الفران كذا وشكل نهائي ديالها ستطقوني لك ادي خطيرة في المضاق كدي بنينة كدي حسان من البتيبان والاحسان من الكواصن بعد طريقة وهاتو ما شوفوا اليام من داخل كيف كدي ذيك الكريمة سيحة سيحة ومن الفوق سيحة كريمة كريمة شوكولة وعندكم وعندما تقدروا لها غير العسل سيحة تجي زوينة ولكن من احسن شوكولة وستطقوني لك تجي رائعة في المطاق اكيد ان اعجبكم اقتراح ما تنسوش ديروا ليه لايك واشتراك في القناة وشاركوا الوصفة مع الأصدقاء